الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها السادة والسادات نفرح جدا بملاقات هذه الوجوه الطيبة وفي هذه الإمارة المباركة وفي هذه الدولة الطيبة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يديم عزها وأمنها ورخاءها ونفرح بأننا سنتكلم في موضوع شرعي مع ناس خيرين مهلكم وفي صالح مؤسسة رائدة كالمنتدى الإسلامي الشارقة وبشائر الخير دائما يفرح المسلم بها كنا في الطريق إليكم من أبوظبي والسحاب يهنئ بتباشيره في الطريق فتذكرنا قول مرء القيس العرب الجاهلي يصف سحابة تمطر يقول فيها ديمة هطلاء فيها وطف طبق الأرض تحرى وتدر فكانت الأمطار شوية في الطريق كانت جميلة جداً ولما جيناكم أيضاً وجدنا هذه الوجوه الجميلة طيبة موضوعنا كما تعلمون موضوع مياه الصرف الصحي من حيث الجانب الشرعي الفقهي حكمها استعمالاتها على ضوء كلام العلماء فهذا هو موضوعنا طبعاً سنتكلم عليها من حيث الجانب الشرعي فقط وسنستطرد جانب التنقية ولسنا متخصصين فيه ولم نأخذه من مصادر موهوقة جانب التصفية أو التنقية ما نطرحه فيه هذا الموضوع فقط استطرات لأنه لا يمكن الاعتماد على شيء منه إلا بملاقات المؤسسات التي تقوم بالتنقية وأنواعها وأنواع التنقية تختلف من بلد إلى بلد عندها يكون عندنا حصيلة معرفية معتمدة إذن الحصيلة الفقهية عندنا هي المعتمد وما نستعرض له من الجانب التقني فقط استطرات كما هو متاح للجميع لي ولكم ليس عندي فيه أكثر مما تستطيعون أن تصلوا إليه في المصادر المتاحة والجانب الفقهي أيضاً لست أعلم به منكم ولكن نتذاكر هذه المياه مياه الصرف الصحي قبل تنقيتها هي مياه متغيرة بالنجاسات مياه متغيرة بالنجاسات والماء المتغير بالنجاسة نجس إجماعاً لأن الماء أنزله الله طهوراً أي طاهراً مطهراً فإذا لم يتغير وبقي على خلقته بقي طاهراً مطهراً وإذا تغير انتقل حكمه مباشرةً إلى مغيره إذا لم يتغير الماء فهو على خلقته طاهر مطهر أنزلنا من السماء ماء طهوراً ولي أرسل الرياح نشراً بين يد رحمته أو بشراً نشراً 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 بين يد رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً فما دم الماء على أصل خلقته طاهر مطهر فإذا تغير كما تعلمون انتقل حكمه إلى مغيره إن كان مغيره طاهراً أصبح الماء شيئاً طاهراً أصبح الماء شيئاً طاهراً حسب ما غيره وإذا كان مغيره نجساً أصبح الماء نجساً أو بالأحرى متنجساً وفيه فرق طبعاً في الاستعمال الفقهي بين نجس ومتنجس لا يقفى على مهريكم إذن مياه الصرف الصحي هي مياه نجسة لأنها متغيرة بالنجسة والعلماء قسموا المياه إلى أقسام ماء مطلق وماء في حكم المطلق بمعنى متغير بما لا يضره وماء متغير طاهر غير مطحر وماء نجس الماء المطلق هو ما بقي على خلقته أو تغير بشيء يُعفى عنه تارة بسبب ملازمته للماء كالأسماك وتارة بتولده من الماء كالطحالب وتارة لوجوده في مقر الماء كالألوان التربة حمأو وغيرها الكحل وغيره تارة لصعوبة التحرز منه كأوراق الشجر في بئر البادية تارة يكون متغير بما يُعفى عنه بسبب أنه يُلازم الماء غالبا أو يتولد من الماء أو هو في مقر الماء أو ممره يمر ب أو هو أجنبي على الماء لكن يأسر التحرز منه يأسر التحفظ منه ولذلك نجد في أبيار البادية أو غدران البادية في نوع من الخلاف الفقهي والعفو فيها يعني بخلاف أبيار المدينة لأن المدن قادرون على حفظها وهذا معروف تفصيلاته ليست محل موضوعنا لكن نُلِم بها إلماما هناك ماء مطلق غير مستعمل وهو الذي على العموم موجود وهناك ماء مطلق مستعمل في حده من العلماء من يرى أنه يتنجس موجود هذا في الفقه في المذاب الأربعة أن الماء إذا توضعت به هي بما أنه يغسل عنك الذنوب أن الماء يكون نجس هذا رأي قالوا لي أنه يغسل الذنوب بالحديث الصحيح أنه يغسل الذنوب الوضوء لكن الصحيح عند آخرين أنه هذا نجاسة معنوية حتى ولو غسل الذنوب لا يتنجس إلا إذا لاقى نجاسة بل لا يتغير إلا إذا تغير بالأوساخ بمعنى أن الماء المستعمل في حدث إذا لم يتغير فيه خلاف هل يجوز استعماله أو لا يجوز استعماله هل ما زال طاهرا مطحرا إلى آخرين ماء مستعمل في حدث هناك ماء مطلق مستعمل في تطهير نجاسة لكنه لم يتغير إذا قلنا الماء مطلق أو في حكمه معناته أنه ما زالت أوصافه سليما ما زال لونه لون الماء طعمه طعم الماء رائحته ورائحة الماء وهذه الأسس الثلاثة التي يعتمد عليها الماء الطاهر المطاحر هناك ماء مطلق مستعمل في النظافة لكنه لم يتغير كل هذا المطلق مطلق مستعمل معناه أنه لم يتغير أما الماء الذي تغير كما قلنا في أول كلام يتغير حكمه تماما لا يسمى ماء أصبح شيئا آخر إنما نعني هنا الماء الذي لم يتغير ولم يستعمل أو استعمل فيما لا يضره حكما ماء متغير بما لا يخرجه عن حكم المطلق كما قلنا بمقره أو ممره أو متولد منه بقراره أو بمجاوره على رأي جاورته الدخان جاوره الجيفة جاوره الورد تغيرت رايحته بمجاوره دون الملاقات أيضا لا بأس به لأنه لم يتغير في الحكم ثانيا الماء المتغير بما يخرجه عن حكم المطلق ويمكن تقسيمه إلى ماء متغير بطاهر فهو طاهر طبعا ماء متغير بنجس فهو نجس موضوعنا حول هذا الموضوع موضوعنا حول ماء متغير بنجس أبدا لا يخرج عن هذا كل الآخر استطرات نلحق بهذه الأقسام الماء القليل الذي حلت فيه نجاسة لم تغيره على ما نرى نحن المالكية ولا الجمهور يرون أن الماء القليل إذا حلت فيه نجاسة ولم تغيره أنه يكون نجس نظرا لحدها القلتين الذي صح عنده حديث القلتين وصح عنده مفهوم المخالفة يفيد أنه إذا لم يكن الماء لم يبلغ القلتين أنه إذا حلت فيه قطر من النجاسة تنجسه مع سلامة أوصافه أما إذا تغيرت أوصافه فهو إجماع لم يختلفه في الماء الذي تغيرت أوصافه إنما اختلفه في الماء القليل الذي قطرت فيه قطر من النجاسة ولم يتغير الإمام مالك يرى أنه ما زال طاهرا مطحرا ويكره استعماله نظرا للخلاف ولكن تارة يلزم استعماله عند الضرورة والجمهور يرون أنه نجس يحكم عليه بالنجاسة مع أن أوصافه ما زالت باقية وجاري الخلاف بينهم في مسألتين حديث القلتين وفي الحقيقة فيه الطراب ولذلك الحافب بن الحجر كما تعلمون في بلوغ المرأ وضع أحده القلتين في آخر الأحاديث التي أوردها في المياه والسبب الآخر عند المالكية اعتمادهم على الأحاديث التي تشير إلى أن الماء لا ينجسه شيء بين قوسين الماء لا ينجسه شيء وهناك زيادات إلا ما غير لونه وطعمه وريحه فيها خلاف هذه فيها تضعيف قضية ما غير لونه وطعمه وريحه من الحديث فيها تضعيف وبئر بضاعة الذي كانت يلقى فيه الجيف وغيرها من النجاسات أيضا لم يصح هذه لكن إلا الماء لا ينجسه شيء هذه الجملة صحيحة هذه الجملة صحيحة إن الماء لا ينجسه شيء هذه الجملة مرفوعة صحيحة إن اختلف في بقية بقية الحديث في هذه القضية إلا ما غير لونه وطعمه وريحه واختلف فيها قضية بيع بضاعة فالجملة الأولى صحيحة وسنشير إليها إن شاء الله فيه كتبت الحديث هنا إن شاء الله طيب نتكلم على مياه الصرف الصحي من حيث ما هي هي ما حكمها كيف تطهر وما هي استعمالاتها ما هي المياه الصرف الصحي ما حكمها كيف نطهرها ما هي استعمالاتها هذه العناويل الأربعة هي الأساس الموضوع كله كيف نطهر مياه الصرف الصحي إحنا سبق لنا أن نقول إنها مياه متغيرة بنجاسة فهي نجسة إجماعة ننتقل إلى هل يمكن أن نطهرها إذا طهرناها أو عقبناها أو نقيناها أو صفيناها إلى آخره ما هي استعمالاتها هذا مهم جدا بالنسبة لأهل هذا العصر أولا التطهير عموما يكون بالماء أنزلنا من السماء ماء طهورا ليس هناك مائع آخر يطهر خصوصية التطهير هي للماء هناك ذكروا في هذا البحث مياه الصرف الصحي لما طلعت عليه ذكروا أشياء من أنواع التطهير لا تدخل في موضوعنا منهم على سبيل المهال عزكم الله قالوا أن الحجر والمنادير والأشياء هذه تطهر في الاستنجاء هذا لا يعتبر تطهير هذه رخصة رخص الإسلام ليسره ومراعاته لحال الناس أن هذا الإنسان مبتلى عزكم الله بقضاء حاجته البول وغيره فإذا مسح بالطاهرات ليابس المكان ولم ينتشر البول أو غيره عن محله فيعتبر هذه رخصة له يصلي ويذهب أي أن إزالة ما حول المخرج من اليابسات من أحجار أو منديل أو غيرها بشرط أن تكون طاهرة إلى آخره طاهر يابس طاهر منقي غير مؤذي ولا محترم حتى أنه لا يجوز أن يستنجي بالأشياء التي فيها الحروف حتى من أي لغة الاستنجاء بعض العلماء كما رأيت وضعوه في حيز التطهير هو ليس تطهيرا هو إزالة عين نجاسة ويعفى للمسلم بعد ذلك إذا لم يجد الماء أو وجد يعفى له حتى لو وجد الماء والأفضل أن يجمع بين اليابسات يزيل بها عين النجاسة ثم يغصب الماء الطاهر ولذلك مدح الله عز وجل لنصار أهل القباء مدحهم بذلك التطهير ومحافظة المهم لإزالة باليابسات الطاهرة للنجاسات من أماكنها أماكن المخرج بالذات لم ينتشر عليه هذه رخصة لا نعتبرها طهارة بدليل أنه الأفضل أن نغسل معها وإذا انتشر عن محله لا يعفى عنه يعفى فقط عن المكان وما قاربه لأن هنا قاعدة فقية تقول ما قارب الشيء أيعطى حكمه إذن هذا لا ندخله أيضاً ذكروا في وسائل التطهير دباغ الجلد أن الجلد إذا دبغ الإيهاب فقط طهر لحده معروف لكن هذه الطهر فيها نزاع بين الأئمة هل طهرة طهارة صحيحة بحيث نزال عنه حكم النجاسة أم طهرة للترخص في استعماله في يابس وماء كما يرى الإمام مالك إذن الدباغ يطحر طهارة لغوية عند بعض الأئمة ويطحر طهارة شرعية عنده وينبني على ذلك هل الجلد إذا دبغ وهو من ميته أو من ذبح غير مسلمين أو غير كتابيين كما تعلمون أن الحيوان البر لا يجوزنا استعماله إلا بذبح مسلمين أو كتابيين إذا كان ميتة بدون ذبح أو ذبحه من غير الثلاثة مسلم النصران اليهودي أو ذبح على غير وجه الذبح يصبح ميتة فإذا دبغ طهرة هل هذه كلمة طهرة تعني طهرة طهرة شرعية بحيث نصلي عليه أم أنه طهرة بحيث يجوز لنستعماله في يابس وماء لأن الدباغ يزيل عنه الرطوبات ويزيل عنه التحللات وأصبح إذا لاقاه الماء المطلق لا يتأثر الماء المطلق وإذا لاقته اليابسات لا تتأثر فهناك رأي عند الإمام مالك وهو مشهور عنده أن الإيهاب أو الجلد إذا دبغ إنما يطهر في يابس وماء لأن الجلد لم يبقى فيه ما يتأثر منه مغروفه وأصبح ظرفا صالحا لليابسات والماء المطلق لا يصلح للزيت لا يصلح للشعر رطبة لأن الشعر رطبة تتأثر به إذن الدباغ بين قوسين يمطهر طهارة شرعية أو لغوية خلاف بين الأئمة الأحاديث هنا نشير بها إلى الأحاديث الواردة في التطهير بالماء وأنه ماء البحر وماء الينابيع وماء المطر هذا كل أنزل من السماء ماء طهورا البحر هو الطهور وماءه الحل وميتته رواه الإمام مالك وأصحاب السنن هذه كلها تشير إلى أنواع المياه التي لم يتغير شيء منها وأنها طاهرة مطهرة كذلك الحديث الذي أشرت لكم الماء إن الماء طهور لا ينجسه شيء طبعا هذا الحديث مصحح هناك زيادات إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه هي في الحقيقة فيها خلاف بالإرسال والرفع الواصل وفيها خلاف لكن نمشي على مار أهل إمام مالك في هذا الشيء وهو أن الماء القليل لا يتنجس بقطرة النجاسة هذا الحديث الماء لا ينجسه شيء وزياداته التي فيها كلام ورأي الأئمة فيه في الحقيقة إذا عملنا به نوافق حكمة الوضوء الوضوء كما تعلمون أول فعل من الوضوء هو غسل اليدين الإنسان لما يريد أن يتوضع هناك أركان من أركان الوضوء متفق على بعضها ومختلف في بعضها على الأقل أربعة متفق عليه بين الأئمة الأربعة غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجل هذه أركان الوضوء عند الأئمة الأربعة والنية عند الثلالة والترتيب عند الإمام الشبيعي وأحمد والدلك والفور عند الإمام مالك المهم ما ندخل فيه تفصيل فقهي ليس المهم أنه أركان الوضوء المتفق عليها ما ورد في القرآن الكريم في سورة المائدة يا أيها اللي لا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم المرافق ومسح برؤسكم وأرجو لكم الكبير كان المضمضة والاستنشاق هم أيضا فيها بخلاف كما تعلمون أن بعض الحنابل يجعلونها من فرايض وضوء المهم إذا أراد الإنسان أن يتوضأ أول ما يفعل من أفعال الوضوء أن يغسل يديه فيرى الماء عادة يشوف الماء ثم يتمضمط يذوق طعم الماء ثم يستنشق يشمر يحت الماء ثم يغسل وجهه فلا يغسل أول فرض من فرايض الوضوء إلا وقد تعرف على أوصاف الماء كلها إذا نركز الماء له أوصاف لون طعم ريح ولذلك شارع الله عز وجل أن نغسل يدين ونتمضمط ونستنشق ونستنهر طبعا لإزالة الماء فنتعرف على أوصاف الماء قبل أن نغسل وجه إذا الإمام مالك ينمر هذا النظر أن الماء ما دامت أوصافه سليمة ليس نجيسا حتى لو قطرت فيه قطرت نجاسة أما إذا تغير فمحل اتفاق إذا حكم الترتيب عمل الوضوء تقتضي الأخذ بقول أن الماء لا يغيره إلا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريح من مزايا الماء الطهورية كما قلنا ليست لغيره من المايعات وهمت أنواع من التطهير كزوال النجاسة برجوع الماء إلى أصله بفعل فاعل أو بطول المكن هذا مهم في بحثنا زوال النجاسة عن الماء حتى يرجع إلى أصله هذا مهم في بحثنا لأنه بحثنا من هذا النوع وكإزالة النجس وما حوله في تطهير السمن من الفأر الميت وكالنزح إذا وقعت الميت في البير أو في الغدير يستحب نزحها عند المالكي إذا لم تغيره أما إذا غيرته فلابد من نزحه لأنه تنجس بإجماع إذا لم تغيره يستحب نزحه أي أخذ كثير من الماء بحسب الجيفة وبحسب الماء أو قليل بحسب الجيفة حتى تطيب النفوس أنه قد زال عنه حكم النجس وإلا هو غير متنجس وكذلك الاستحالة أيضا الاستحالة من المواضيع المهمة في موضوعنا وطبعا أنا عند إليها تحفظ ولكن الناس الذين يتعرضوا لقضية مياه الصرف الصحي ركزوا عليها جدا وكذلك يكون التطهير بالمكاثرة وهو أيضا مهم في بحثنا إذن هناك أنواع من التطهير لا تتأتى في بحثنا أصلا وهناك أنواع من التطهير هي موضوع يعني يتعلق ببحثنا ويكون بالدباظ في خصوص جد الميتة إذا قلنا بطهرته إلى آخره ويكون بإلقاء التراب في الماء هذا أيضا مهم في بحثنا إلقاء شيء في الماء إلقاء أمور أخرى في الماء المتغير حتى يرجع إلى أصله حتى يزول عنه التغير عندنا المالكية طبعا خلاف لغيرنا ومياه الصرف الصحي أيها الأحبة يتأتى فيها من أنواع التطهير حسب كلام العلماء الذين تعرضوا لذلك أربعة أربعة أنواع النوع الأول التكثير نركز التكثير يطهر الماء ماء متنجس صببنا عليه ماء كثير حتى زال عنه التغير أصبحت طاهرة أليس كذلك؟ باتفاقهم لكن مياه الصرف الصحي لا يمكن تكثيره هذا كلام نظري مع أنه موجود في الذين تعرضوا لهذا الموضوع وتكلموا على التكثير مياه الصرف الصحي أصلا هي هي يعني تخبه البحار هي تفسد كثير من البيئة البحرية هي مياه متدفقة كثيرة جدا فأين نحن من تكثيرها حتى يزول عنها؟ إذن نضرب صفحة عن قضية التكثير مياه الصرف الصحي هي من حيث الكثرة لا يمكن تكثيرها حتى يزول عن التغير بالعكس هي مشكلة بيئية مطروحة لأوروبا قبلنا لأنهم أكثر من تمدن يعني كانوا أهل مدني وكلما كثرت المدينة كثرت مشكلة مياه الصرف الصحي إذن تكثيرها حتى ترجع إلى مياه صالحة شيء مستبعد فلا داعية لإطالفه لأنها مياه كثيرة جدا فلا يمكن تكثيرها بمياه مطلقة حتى ترجع صافية النوع الثاني من أنواع التطهير الذي تكلم عنه العلماء في الموضوع هو النزح أي نزح أيضا؟ النزح أصلا هو نزح للبئر التي سقطت فيها قطة أو كذا فينزح كثير من ماء البئر والبئر يتجدد ماءها لأنها تنبع من الأرض من ينابع الأرض حتى يزول عنها ما تكرهه النفوس إذن هذا لا يتأتى في قضية مياه الصرف الصحي نهائيا وإذا دخلتم في المواقع البحث ستجدون أن هذا الكلام كله حول مياه الصرف الصحي لكنه عمليا غير مجدي النوع الثالث من أنواع التطهير التي يمكن أن نتعرض لها هنا وقد تعرض لها العلماء كثيرا لاستحاله الاستحاله هو أن يتغير ذات الشيء إلى شيء آخر مثلا عندنا عشب أكلته الدابة فيتغير بنص القرآن إلى حليب أو طعام أكلته المرأة يتغير حليب إلى ولدها وهناك أيضا تغيرات كثيرة تحيل العين الجسم تحيله إلى شيء آخر والاستحالة بين قوسين محل أخذ رد الحنفية والمالكية يرون أنها مطهرة والشافعية وغارمثة بالحنابلة المؤتمد كما قال المرداوي ليست مطهرة وهم متفقون على أن الخمرة إذا تخللت بدون فعل فاعل أنها تصبح طاهرة لأنها كانت طاهرة إني أراني عصير خمراً أي عصير عصيراً يصير خمراً كما هو معروف من المجاز يعني الخمر كانت طاهرة فأفسدوها بطرقهم التي يفعلون لها حتى تخبه فتكون مسكرة فتكون نجسة فإذا تخللت بالشمس أو غيرها أو وضع فيها خل أو كذا بدون فعل فاعل أو بفعل فاعل كما يرى المالكية والحنفية طهرت لأن نجاستها طرأت عليها بعلة فإذا زالت العلة زالت النجاسة هذا متفق عليه هذا النوع من الاستحالة متفقيني مذاب الأربعة وكذلك دم الغزال الذي يؤخذ منه المسك هناك بعض الغزلان تكون في رقابهم أو سرارهم لا أدري كل ذلك ورد ولعلها أعناقهم قال الصاحب الشماء أقمقية دمه في العنق ولكن قال الشراحه أنه ليس في العنق إنما هو في السرة الله أعلم أنا لا أدري المهم الغزال فيه زائدة تكون منهل القارورة الصغيرة من الجلد وكان الدم تستحيل إلى مسك عطر من أحسن عطور هذه الاستحالة متفق على طهرتها هذا النوع من الاستحالة متفق عليه استحالة الخمر إلى مع الخلاف في قضية الخمر التي خللت هنا ذكرت أنها إذا تخللت طهرت عند الجميع وإذا خللت طهرت عند المالكية والحنفية ولا تطرع عند الشافعية والحنابلة الاستحالة عموما ليست منساقة بين الأئمة على حكم واحد منهم من لا يعتبرها كما قلنا الشافعية والحنابلة ومنهم من يعتبرها تقريبا على طول الخط ومنهم من يعتبرها تارة وتارة نحن المالكية نرى أن الشيء إذا استحال إلى صلاح طهر إذا استحال إلى فساد لا يطهر فنفرق بين الاستحالة إلى صلاح والاستحالة إلى فساد إيش معنى هذا؟ معناة الاستحالة إلى صلاح كان دما أصبح مسكن كان خمرا أصبح خلا كان نجاسة سوقية بها الزرع أصبح همرا فهتمر طهر كان نجاسة أكلتها الدابة فلا يتنجس لحمها ولا يتنجس لبنها لأن الشيء استحال إلى صلاح إلى خير إلى شيء طهر أما إذا استحال إلى روث دابة أكلت نجاسة فراهتها لا تطهر الروث عندنا روث ما يأكل لحمه عندنا طهر لكن بشرط أن يكون أكل طاهرا أما إذا كان جل غذائه نجاسة فروهه ليس طاهرا عندنا البقرة عزكم الله ناقة شاه بولها وروهها طاهر عندنا تماما ما في شيء بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الجماعة الذين جاءوا واستجووا المدينة أمرهم بأن يخرجوا لشرب الأبوال ولو أن البول نجس لما أمرهم بذلك بول الناقة عندنا طاهر تماما لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذين لهم في الاستشفاء به والنبي عليه الصلاة والسلام قال لم يجعل له شفاء أمتي فيما حرم عليها لكن هذه الناقة لو أكلت نجاسة فبولها نجس لأنه لم يستحل إلى صلاحه لم يستحل إذا الاستحالة عندنا نفرق بين الاستحالة إلى صلاح والاستحالة إلى فساد طبعا الشافعية كما في المكتبة الشاملة بعض البحوث يقول أن الشافعية يرون التطهير بالاستحالة وهذا ليس صحيحا الشافعية لا يرون الاستحالة مطهرة إلا في خصوص الخمر والجلد المدبوغ ومسك الغزاء وكذلك المعتمد من مذهب الحنابلة فإنهم لا يرون الاستحالة إلا أن هناك رواية باعتبارها رعاها تغيدين بن تيمية رحمه الله الاستحالة أيها الأحبة ركز العلماء المعاصرون المتكلمون على مياه الصرف الصحي ركزوا على الاستحالة وأرجو جيدا التفكير في ذلك معي لأن الاستحالة إذا أردنا أن نحققها في مياه الصرف الصحي نحتاج إلى تأمل بل عولوا عليها يعني العلماء المعاصرين عولوا على الاستحالة وفي ذلك نظر طبعا نتكلم على نقول مقتضبة جدا من المذاهب الأربعة حول الاستحالة قال الحنفية رأس شات رأس شات متلطخ بدم أحرق وزال عنه الدم فاتخذ منه مرقة جازة والحرق كالغسل لأن النار تأكل ما فيه من النجاسة حتى لا يبقى فيه شيء أو يحيله انتبه فيصير الدم رمادا فيطهر طبعا ننقل من المكتبة الشاملة فيها أخطاء كثيرة بالاستحالة فيطهر بالاستحالة الماضي طهرة وماضي فعل كل مضارع هي يفعل كما هو مقرر في الصرف فيطهر بالاستحالة ولهذا لو حرقت العذرة وصارت رمادا طهرت نحن القائلين المالكي القائلين بالطهارة بالاستحالة نخالف بعض الصور رماد النجس عندنا ليس طاهرا وفيه قول قوي بالطهارة فيطهر بالاستحالة كالخمر إذا تخللت وكالخنزير إذا وقع في المملحة وصار ملحا وعلى هذا قالوا إذا تنجست النور يطهر بالنار حتى لا ينجس الخبز وكذلك آلة الخباس تطهر إلى آخره وأيضا نقلوا هذا طبعا لابن نجيم وأيضا نقلوا طبعا المصدر المكتبة الشاملة لأنه أخذته من المكتبة الشاملة لأجل أن نخرج من العهدة قال ابن عابدين والحرق كالغسل لأن النار تأكل ما فيه من النجاس تحتلل يبقى فيه شيء أو تحيله تحيله هذه هي الموضوع عندنا تحيله أو تحيله أو تحيله فيصير الدم رمادا فيطهر بالاستحالة ولهذا لو أحرق أحرقنا العذرة عزق الله وصارت رمادا طهرت للاستحالة كالخمر إذا تخللت وكالخنزير إذا وقع في المملحة إلى آخر كلامه الشافعية لا يطحرن بالاستحالة قال أختلف أصحابنا في نجاسة دخانه اللي هو النجس استرجين اللي هو الروث وجميع الأنجاس لأنه ذكر ذلك سابقا على وجهين أحد ما أنه نجس لأنه تولد من نجاسة والأعيان النجسة لا تطهر بالاستحالة كالرماء قال العلم على الدين مرداوي قوله ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة هذا هو مذهبهم الذي سيركز عليه المرداوي ويقويه جدا قال المرداوي هذا المذهب بلا ري وعليه جماهير الأصحاب ونصروه وعنه بل تطهر عنه أي عن الإمام رواية وهي مخرجة من الخمرة إذا انقلبت بنفسها أي مقيسة على الخمرة إذا انقلبت بنفسها فإنه شبه إجماع ذكروا أنه إجماع خرجها المجد واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق هذا كلام المرداوي إذن الاستحالة كما ترون خلاف بين الأئمة هل الشيء إذا انقلب إلى غيره وأصبح مواصفاته اسمه يختلف هل يتغير حكمه أم لا يتغير منهم من يرى أنه يتغير وينشع عن ذلك بيعه جواز بيعه وجواز الانتفاع به ومنهم من يرى أنه لا يتغير ومنهم من يفصل بين الأمور وهم متفقون على جزء من الاستحالة وهو استحالة الخمرة خلا واستحالة الدم الغزال هذا مسكا وكذلك الدباغ على ما فيه من الخلاف هل يطهر طهارة شرعية أم طهارة لغوية رابعا من الباحل المهمة زوال النجاسة وهذا هو المستند الأهم في رأيي احنا عندنا موضوع مياه الصرف الصحر مياه كانت مطلقة ثم خلطت النجاسة فتغيرت قطعا أصبحت نجسة إجماعا نحاول أن نعرف ما ترى عليها بعد ذلك كانت طاهرة قطعا فتنجست قطعا فبصراحة ننتظر حتى تطهرها قطعا أليس كذلك؟ إذا لم تطهر قطعا فلا يمكن أن نقول أنها طاهرة ببساطة يعني طرق التطهير كلها مستبعدة حتى بما فيها الاستحالة لأنني سأشرح قضية الاستحالة في هذه القضية لكن التغير زوال التنجس هذا معقول يعني مياه صرف الصحي قصار أمرها أن نقول بالتنقية والتصفية والترشيح والتهوية وإلى آخرية والتعقيم سترجع إلى أصلها إذا قررنا أنها ورجعت إلى أصلها متفقون أنها طاهرة مطهرة كما لأنها رجعت إلى أصلها على رأي قال الخليل المالكي وإن زال تغير النجس لا بكثرة المطلق فاستحسن الطهورية وعدمها أرجع إذا زال تغير الماء تغير بالنجاسة ثم تركناه فقلبته الريح حتى رجع إلى أصله قال أبو بكر الطرطوشي وأحد طلابه أيضا أنه يكون طاهر وأن هذا راجح قال جمهور المالكية أنه راجح أنه يبقى نجيسا لأنه لم يطهر لأن المائعات لا تطهر إلا بحدود ضيقة المائعات يتغلغل فيها على الرأي القوي قول القوي عند المالكية وهو رأي عند الآخرين أنه إذا رجع إلى أصله طهر لا بس لا نضيق على الناس هذا قول معتبر عند الأئمة فإذا رجع الماء إلى أصله طهر يبقى علينا شيء واحد هل رجع إلى أصله أم لا إذا رجع إلى أصله دعونا نتفق جميعا من في القاع عنه إذا رجع إلى أصله طهر لكن يبقى السؤال الذي هو هل رجع إلى أصله نص بعض العلماء على أن الماء إذا زال تغيره بنفسه طهر ومنهم من يقول وإذا غير لم يطهر ومنهم من يعكس نحن المالكين نقول إذا غير يعني إذا كان متغيرا بالنجاسة فهو نجم التفقين نحن المالكين نقول إذا عملنا فيه عملا أضفنا له ترابا أو ملحا أو شيئا من الطاهرات فزال تغيره يطهر وإذا لم نضف إليه شيئا وطهر بنفسه لا يطهر أو يطهر لا يطهر هو المشهور نظر غيرنا يعكس القضية يقول إذا تغير بنفسه وزال تغيره بنفسه طهر وإذا أزيل عنه لا يطهر المهم أنه القول بأنه يرجع طاهرا قول قوي سواء كان بفعل فاعل أو بنفسه عندنا إذا زال التغير بطرح تراب أو طاهر آخر فيطهر الماء على ما نرى مطلقا خلافا لبعض الأئمة وهنا نشير إلى ما في المصادر العامة من مراحل تنقية مياه الصرف الصحيح في هذا الفقرات الآتية كما قلت لكم مجرد استطرات ليس عندي فيه أي تحقيق إنما هو مصادر موجودة في الكتب لو أنني ذهبت إلى بلدية الشارقة وذهبت إلى إدارة الصرف الصحي وشرحوا لي ما عندهم شوف العلم ما يكون بالظن شرحوا لي ما عندهم وكذا وكذا وأكدوا للمهندسين المتقتصين أن هذا الماء رجع كما هو كان في خزنات البلدية ممكن أو بلدية بلبي أو بلدية دبي إنما هو استطراد من مصادر عامة بعضها من أوروبا يقولون أن الماء يمر بمراحل كذا وكذا وكذا ويختلف من بلد لبلد ويختلف من التطور التقنيات من بلد إلى بلد إذن نشير هنا إلى ما في المصادر العامة من مراحل تنقية المياه تنقى مياه الصرف الصحي من خلال مراحل تختلف من بلد لآخر حسب الإمكانات والتطور فمن المصادر من يذكر فيه مرحلة معالجة أولية يزال عنه الأشياء الجسام مرحلة الترسيب الابتدائي يرسب حتى تنزل عنه بقايا أخرى أدق من ذلك مرحلة المعالجة الحيوية تضاف إليه مواد وكذا وكذا حتى مرحلة الترسيب النهائية يعني كمان هذا الماء لأصبح شبه صافي يحط فيه أحياض أخرى والأحياض من حوض لحوض إلى آخره أول شيء يأخذ منه الأجسام الكبيرة التي لا يمكن أن تسلك الأنابيب ثم يأخذ منه الأشياء الأخرى ثم الطافية ثم يرشحونها إلى مراحل لا تهمنا كثيرا تهم المهندسين مختصين نحن يهمنا النتيجة النهائية ومن المصادر ما يذكر طبعا مصادر غير معقولة أساسا لأنه مصادر كتب ومصادر كذا ما يذكر تفصيلا آخر تقريبا هو أحواض تجمع فيها المياه المجالية تسنى تدفقها ذانيا أحواض الغربلة للتخلص من المنجسمات التي يمكن أن تسد إلى آخره أحواض الفصل لإزالة الحصى والتراب وكذا أحواض التهوية لتحليل البكتيريا للهاني أكسيد الكربون ومياه أحواض الترسيب لفصل مواد صلبة حيوية بعد ترسيبها في القاع والتخلص منها في القارج أحواض الهضم لتحليل المواد المؤذية والتقليل من الروائح المؤذية وانخفاض الكائنات الحية الدقيقة الضارة أحواض التعقيم بواسطة الأكرون أو باسطة الشعف وقلب النفسجية شلالات تهوية أشياء كثيرة المتخصصين يعرفونها لكن أبشركم اطلعت على بعض الفيديوهات من السويد يقول إنها يفعلون كذا وكذا وكذا في غاية التقنية وآخر مرحلة يقول وهذه آخر مرحلة يأخذون مكينة ينزلون الحمأة يعني الأشياء الحمأة الحمأة تقال أصلاً لمعادن حمراء أو كحلاء في التربة وكأنها يبقى فيها شيء من الألوان أخيرة فهذه الحمأة ينزلها في آخر مرحلة ثم يفصلون الماء عن الحمأة ويرسلون الماء من جديد إلى التنقية يخلطونه بالماء الذي ما زال في مراحله الأولى لكن الذي لفت انتباهي أنه قال إن هذا الماء آخر مرحلة حسب الطلاعي أن هذا الماء الذي هو في آخر مرحلة التنقية يخرجون منه الحمأة لكي يستخدمونها استخدامات أخرى ويرسلون الماء يفصلون الماء أنقى ما عندهم ثم يعيدونه إذا كنت فهمت كلامهم ثم يعيدونه إلى المراحل الأخرى ليشترك مع الماء من جديد في تنقيته خزان الحمأة يقول لك يعني الحمل حقه بتاعه مئة طن يعني آخر مرحلة ما زالت فيه مئة طن من الحمأة إذن إذن القضية هذه المياه هي مياه نجس وضارة وكل هذا يفعلونه وهم ليسوا مسلمين يفعلونه لكي هذه المياه تخرج إلى البيئة مرة أخرى لا تضرها يخرجون عمل هذا كله لأجل أن يتخلصوا من المياه للطبيعة وتكون ليست ضارة أما قبل ذلك فهي ضارة بالطبيعة حتى بالبيحار جيد من هنا المياه لا علاقة لها بموضوع الفقه لأننا لا نعرفها هنا في ختام الموضوع عندنا أسئلة مهمة عرفنا أن المياه مياه الصرف الصحي هي ضارة بالبيئة وأنها في نفس الوقت تنقيتها مع تحقيقها لمصلحتين المصلحة لا تضر البيئة أو المصلحة أخرى ليستفاد منها لأن الناس لم يستمعوا كلام النبي عصر والسلام عندما أمرهم بالاقتصاد في الماء الناس كل واحد يتسبح في الشهر يعني ما شاء الله والسنة النبوية تأمرنا بالاقتصاد في كل شيء نأكله أو نشربه حتى الطهارة حديث التعريفون قال له ما هذا السرف يا سعد أظنوا سعد فقالوا أفي الماء السرف يا رسول الله قال نعم حتى ولو توضعت على نهر جاري الواحد مننا يدخل عزكم الله الحمى ويصب يصب من الماء الشيء الكثير ماء لا يراعي شيئا لا لا يجوز هكذا خذ بحاجة قدر حاجتك إن كنت إن كنت إن كنت وهذا مهم عندنا هنا من باب الدعوة إن كنت تأتيك في آخر الشهر فهاتورة الماء فاختصب على نفسك واجب عليك وإن كنت لا تأتيك آخر الشهر فهاتورة الماء فمشكلة أكبر طارت أن نكون مأجرين في أماكن والماء علينا فهاتورة الماء علينا ولا نشعر كثيرا وطارت أن نكون مأجرين في أماكن الماء ليس علينا والله هذه المشكلة لأنه يجب عليك أن تحرر من تخسير صاحب المكان الشيء اللي لا يجوز أرحم على المسلم أن يكون تجيه فاتورة الماء لأنه على الأقل قصر في نفسه من أن يكون فاتورة الماء على غيره فلا يحاسب ما زاد ستسأل عنه أمام الله عز وجل ما زاد على حاجتك ستسأل عنه أمام الله عز وجل فلا يجوز للمسلمين أن يفسد ماله ولا يجوز للمسلمين من باب أحرى أن يفسد مال غيره لا مال الدولة ولا مال الفرات فهي عقلية ليست في المسلمين ولكن المسلمين ما شاء الله نطبقين يجب علينا نحن كمسلمين نقتصد في الماء نقتصد في الصرف نقتصد في الأكل أنت في فندق أنت في كلا خذ حاجتك إذا كنت ستقضي بفلوسك نقتصد واجب عليك وإذا كان غيرك سيقضي فهي المشكلة ليست ليست هي يعني خلاص الفريق ما يقول لا مش الفريق انتبه إذا كنت أنت ستقضي تخلص الفلوس هذه مشكلة عادية أما إذا كان غيرك سيقضي فهذه مشكلة أكبر أنك أمام الله لا تفسد على صاحب المحل أو صاحب أو الدولة أو الشركة أو الوزارة لا تفسد عليهم شيئا لست بحاجة إليه إذا مياه الصرف الصحي ينبغي أن نقتصد فيها وفي غيرها الأسئلة المهمة في بحثنا أيها الأحبة سؤال الأول هل ترجع مياه الصرف الصحي على ما كانت عليه هذا سؤال جوفري من يفتي فيه الحمد لله أنا لا علاقة لي بالفتوى فيه اللهم لك الحمد وأظنكم أنتم كذلك هذا يفتي فيه المهندسين المتخصصين الذين يقومون بالتنقية لأن الفتوى ترى أن تكون فقهية وترى أن تكون مركبة فيها جانب فقه وجانب طبي جانب فقه وجانب هندسي جانب فقه وجانب قانوني جانب فقه وجانب مركبة يكون الفقه يقول فيها رأيه ويكون المتخصص يقول فيها رأيه هذا السؤال جوابه على المهندسين الذين يقومون بالتنقية المياه الصرف الصحي بأمانة هل ترجع إلى أصلها أم لا إذا كانت ترجع إلى أصلها الفتوى جاهز قال كثير من العلماء بأنها ترجع طاهرة مطهرة وقال بعض العلماء أنها لا ترجع كذلك أما إذا كانت لا ترجع إلى أصلها فهناك حالين فتوىين إذا كانت ترجع إلى أصلها فاستحسن الطهورية عند أبي مكر الطرطوش المالكي ومن معه وأي ممالكية وغيرهم وقيل أنها لا ترجع طاهرة مطهرة أما إذا كانت لا ترجع إلى أصلها فهناك سؤالان ترجع إلى ماذا ترجع إلى أشياء أخرى طاهرة أو مستحيلة إلى طهارة أم ترجع إلى شيء ما زال مشوبا بالنجاسات إذا كانت ما زالت مشوبة بالنجاسات فهي ما زالت نجسة كانت نجسة ولم تتخلص واضح أما إذا كانت بهذه العملية التنقية والتصفية والكلور والتعقيم ستنقلب المواد النجسة إلى مواد أخرى فقصار أمرها أنها مواد طاهرة فيبقى الماء طاهرا لا مطهرا انتبهوا لا يكون طاهرا مطهرا إلا إذا رجع إلى أصله كما أخذ فهنا أقوال العلماء زالت تغيره ورجع الماء إلى أصله أما إذا كان بتركيبه كذا ثم تغير إلى تركيب آخر فهذا ماء خلطة النجاسة حتى تتنجس وأعمل فيه لاستحالة فاستحال إلى شيء آخر فهو مائع ماء مائع طاهر وقصار أمره أن يكون ماء عن طاهرا هذا حسب الطلاع والله أعلم وأقول لكم هذه الكلام إذا إن شاء الله فرغناه سينمره من تكلم فيه مياه صرف الصحي وربما يغير شيئا من رأيه لأنه أنا طالعت على الموضوع من نحيث الثقة فالماء المتغير لا بد أن يرجع إلى أصله أو يرجع إلى شيء آخر وأما إذا لم يرجع أصرا ولم يتخلص من نجاساته هو ما زال نجسا ولعل المطلعين على التنقية ومراحلها يكونوا أذرى منا بهذا فيزيل عننا الإلباس السؤال هاني هل تكون مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها طاهرة مطهرة كما قلنا إذا رجعت إلى أصلها فهي طاهرة مطهرة عند بعض الأئمة وقرارات مجمع الفقه الإسلامي وبعض هيئات الإفتاء في المنطقة تفيد طهوريتها ولا بد أن يكونوا أن يكون ذلك مبنيا على رجوعها لأصلها وزوال جميع التغير عنها وإلا لما صح القول بالطهورية كما هو بين قرارت مجمع الفقهي أن المياه الصرف الصحي بعد التنقية تصبحه طاهرة مطهرة أي مطلق وهذا قطعا لا شك أنهم بنوه على أنها ترجع إلى أصلها نعم أم تكون السؤال مهم أم تكون طاهرة غير مطهرة كما أشرت لكم أن هذه النجاسات المتعلقة بالماء إذا عملت فيها الصناعة والتنقية والتعقيم وكذا كذا واستحالت عن وصاف النجاسة أصبحت شيئا آخر ليس الماء ما رجعت إلى أصلها هنا حالتان رجعت إلى أصلها ورجعت إلى شيء آخر رجعت إلى أصلها طاهرة على ما رأىه بعض العلماء وفيها خلاف أما إذا رجعت إلى شيء آخر فكيف نحكم لها بأنها طاهرة مطهرة قصر الأمر أن تكون طاهرة أليس كذلك لأن الاستحالة لا تنقلها إلا إلى شيء طاهر فقط واضح؟ نعم السؤال الذي لي أم تبقى نجيسة؟ طبعا إذا كانت لا تتخلص من النجاسات تبقى نجيسة وهذا يختلف من بلد لبلد ربما بعض البلاد من يهوهاء لا تتخلص من النجاسة بالتنقية لأن التنقية مختلفة وتطور التكنولوجي مختلف فالبلاد التي ترجع مياهها إلى أصلها طاهرة مطهرة على رأي بين قصر والبلاد التي ترجع مياهها إلى شيء مستحيل لا نجاسة فيه تكون طاهرة غير مطهرة والبلاد التي تتم التصفية فيها على البركة فما زالت نجيسة أليس كذلك؟ هذه القسمة العقلية هذه القسمة العقلية بمعنى أنه إما أن ترجع إلى أصلها وإما أن ترجع إلى شيء آخر مستحيل ليس خبر وإما أن تبقى فيها الخبر واضح؟ أخيراً استعمالات مياه الصرف الصحي ما هي استعمالات مياه الصرف الصحي؟ من الناحية الشرعية ليس الناحية الهندسية لا علاقة لنا بذلك واحد يقول ما يعرف طبعاً الأجوبة السابقة تنبني عليها الاستعمالات إذا رجعت طاهرة مطهرة رجعت على أصلها فهي طاهرة مطهرة تستأمل في كل شيء على رأي انتبهوا يعني قضيت وإن زالت غير النجس لا بكهرة المطلقة فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح هذا نص مختصر خليل فعلى تقدير تنقيتها حتى يحكم بطهارتها طهارة الماء المطلق يعني طهوريتها طهوريتها لأن الطهورية هي أن يكون طهراً مطهراً كما تعلمون فيجوز استعمالها في جميع ما يستعمل له الماء من عبادة وغيرها وعلى تقدير طهارتها دون طهوريتها فتستعمل في جميع الانتفاع البشر المباح وعلى تقدير بقائها نجسة وهذا التقدير وارد هذا التقدير وارد وعلى تقدير بقائها نجسة فيمكن استعمالها في الأغراض الزراعية والصناعية وغيرها مما لا يتوقف على الطهارة الشرعية وذلك في ضوء النص التالي قال علم خليل وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي النجس لا يجوز استفادة منه ولا يجوز بيعه وفي خلاف إذا كانت الضرورة تلجأ إليه النجس رجس لا يمتلك لا يملك ولا يباع على رأي على رأي الإمام مالي أما المتنجس فيجوز الانتفاع به في غير مسجد وآدمي يعني مسجد أنه معظم يعظم شعائر الله وآدمي من حيث أكله شربه لمسه ما ينتفع به لكن ممكن يسقيه لداب ممكن يسقي به زرع ممكن يغسل به نظف به مبنى مما لا يصلي فيه ممكن ينتفع به في أي انتفاع بشرط أن يحيده عن العبادات وما في حكمها ينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي واضح؟ نعم الحمد لله نحن هنا في الإمارات من من الله علينا في رطوبات تأتي بالليل والطحر من المكان كله وهذه نعمة من الله عز وجل الحشائش إذا كانت أصيبت بماء نجس تبقى نجس وإذا كانت أصيبت بماء مشكوك فيه تبقى على أصل الطهار وإذا كانت قدرنا نجاستها وجاء الرطوبة وكذا أبلتها تطهر لأن هذه الرطوبة المياه المتجمعة من الرطوبة هي طاهرة ولا يضرها تغيرها بالسطوح التي تكون عليها مياه البرد مياه الثلج مياه الرطوبة المتجمعة المسجد يصبح يصب الماء علينا فإذا المنطقة كلها الرطوبات التي تأتي في الليل وتبللها تطهرها لأنها الرطوبات طاهرة وإذا شككنا فنتحرى لكن الغالب أنها طاهرة الغالب بسبب أيش بسبب هذه الرطوبات أما إذا كان الماء ما زال يرش فنسأل أهل البلدية إن شككنا الاحتياط مطلوب الاحتياط مطلوب المازال مبللة هذا موضوعنا كل موضوعنا كل محاضرتنا كل حول هذا الموضوع مياه الصرف الصحي هل تنجس البقعة أم لا فنرجع إلى المحاضرة نشوف مياه الصرف الصحي قطعا نجسة كانت ثم نقيت فإذا رجعت إلى أصلها فهي طاهرة عند كثير من العلماء ونجسة عند بعضهم وأما إذا رجعت إلى شيء آخر فهي طاهرة غير مطحرة على الأقل لا تضر في الصلاة وإذا لم ترجع إلى أصلها ولم تتخلص من الجسد فما زالت نجسة إجماعا لا هو انتبهوا الفتوى لا تكون بما هو الورع الفتوى تكون بما هو أصلح للناس في نفسك شكيت انتقي أرتد لي صلاتي كما كان لا تشك فيه أما عموم الناس عموم الناس فمجامع الفقهية وكبار علماء وكذا أفتوا بأنم ياصر في الصحي بعد التنقيات اسمها طاهرة وبالتالي لا نحبش على الناس من أراد أن يتحرى لنفسه وكذا ولكن الفتوى فيها حسب ما هو أنا متاح هناك جزئية أنا خفية عليها هل ترجع إلى أصلها أم لا هذه الجزئية لا أتحملها إن رجعت إلى أصلها فهي طاهرة مطاهرة على رأي وبالتالي نترك الناس على ما يسر الله لهم الدين يسر مياه الصرف الصحي أصبحت في واقعنا هذه الحدائق وهذه الأشجار الجميلة التي لا يمكن العيش بدونها لأنها تخفف الحر وغيرها وغيره وغيره يعني لا يمكن إلا الاستفادة من هذه المياه وهذه المياه أصلا لو تركناها في البحر أضرت به فهي المصلحة قاضية بتنقيتها ويعادة تأهيلها أو إنصح التعبير وبالتالي لا نضيق على الناس من احتاط لنفسه ورع مطلوب ولكن العموم الناس نترك الناس هو ما تريد نعم لا إذا فيها ريحة مشكلة ريحة من وين؟ نسأل المتخصصين الريحة هذه إذا كانت من بقايا الريحة التي كانت فيها هذه مشكلة أما إذا كانت الريحة بسبب المصلحات ومصلح الماء إذا ما غيره نفى ابن زرقنا لذاك ضرره وعكسه ابن الحاجي وابن رشدي فصل سالكا سبيل رشدي إن كان التغير فيه بينا ضر وإلا يعد هينا معنى هذا الشعر نحن في بلادنا نحفظ العلم بالشعر معنى هذا الشعر أن الأشياء التي تصلح الماء إذا غيرته فمن العلماء من قال هو متغير منهم من قال غير متغير ومنهم من قال مصلح الماء إذا كان تغيره خفيف لا يضر الماء هذا إذا كان المصلح طاهرا كله كلور والأشياء المعقمات اما اذا كان الريحة او بقايا او اللون من بقايا النجاسة فهذه مشكلة لا يجوز يعني يستفادوا منها في الزراعة لان الاستفادة منها في الزراعة عند اليمان مالك ما عندها مشكلة حتى لو كانت نجسة زرع بنجس منصوصة اذا كانت فيها ريحة قوية يتحرج منها في الطهارة اذا كانت فيها ريحة قوية من بقايا نسأل عنه نسأل نسأل عنه نسأل هل الاختصاص مصدر الريحة وين هل مصدر الريحة من المكن او لان الماء قد يتغير بالمكن هذا فرع عن هل هي تمت تنقيتها حتى طهرت ام لا السؤال الاول هل تمت تنقيتها في كل بلد يختلف حتى من امار الامار المكن يختلف السؤال الاول هل المياه في مثلا بلد يتشارقة مثلا تمت تنقيتها حتى رجعت على المواصفات التي افتر فيها المجامع الفقهية هذا السؤال بسيط جدا اي مهندس يعطيهن الجواب الفقهي اذا قال رجعت الى اصلها هناك فتوى جاهزة انها طاهرة مطهرة والسؤال الثاني المهم الريحة اللي فيها من وين واضح الموضوع انتهى بالنسبة لي والنقاش هو اهم عندي من ما طرح نستفيد منكم ونسمع من لخوات ومن المشايخ طهارة الارض بالجفاف رأي عند بعض الايمة بعض الايمة يرى ان الارض اذا طهرت بالجفاف او بالشمس طهرت نحن لا نرى انها تطهر بذلك لكنه رأي رأياني يعني خياراني نحن المالكيين نرى ان الارض لا تطهر بالجفاف ولكن هناك من يرى ان الارض تطهر بالجفاف طلعت عليها الشمس ونشفت وكذا طهرت نعم هل فيه افادة تفيدونه سؤال استفسار نعم نعم بالجفاف نعم عند حسن البصري انه تطهر الارض بالجفاف عنده الحنفية عندهم فعلا انها تطهر بالشمس والاستحالة عندهم مطهرة هذه المذاهب الاربعة طبعا وهو مهم عندنا هذه المذاهب الاربعة مدارس وسبحان الله من الله بعى المسلمين لا يضيق شيء في جانب إلا وجدت احد المذاهب الاربعة فأفسح فيه عندنا جانب المعاملات في المذهب المالكي ضيغ جدا المذهب الحنبلي مع قربه من المذهب المالكي في اصوله وفي مسلك الامام نفسه الامام احمد أوس على الملاهب المعاملات معاً متقارب جداً في مصول مالكية لكن سبحان الله في المعاملات مختلفين تماماً كذلك في العصم ما يتعلق بالعصم المذهب الحنفي يعني فيه من الرخص وفيه من الفقه الذي لا يستغنى عنه أبداً في عصرنا اليوم هذه المدارسة المذهب الشافعي كذلك فيه من قضية اعتباره للألفاظ اعتباره للألفاظ ما يسهل كثير من الممنوعات عند غيره وفيه تضييقات كما في المذهب المالك تضييقات كما في المذهب الحنفي تضييقات كما في المذهب الحنفي تضييقات لكن هذه المذهب هي مدارس الله عز وجل سخر العلماء لإبقائها مشروحة مختصرة معلق عليها الحواشي بحيث أن المسلم يجد جميع تصرفاته منصوصة أو شبه منصوصة المسلم يريد الطهارة في المذهب الحنفي المالكي الشافعي الحنبلي يجد أحكام الطهارة حكام الأمية أحكام يريد الصلاة يجد يريد الزكاة يجد الصوم الحج الأيمان النذور الزواج الطلاق الرجعة الرضاء المحرمية إلى آخرين البيع والشراء لإيجارة الجعالة الحدود القصاص كل أبواب الفقه مسرودة في المذهب الحنفي من أولها إلى آخرها مسرودة في المذهب المالكي من أولها إلى آخرها مسرودة في المذهب الشافعي定 مسرودة في الحنبلي من أولها بينما إذا رجع إلى مذهب سعيد بن المسييب مع أنه أعلم أو مجاهد أو حتى الصحابة لا يجد ما يكفي لأنه هذه المذهب الأربعة احتوت خلافات الصحابة والاتفاقاتهم ونشرتها الإمام مالك مثلا من أتباع التابعين اليمام مبوح ليهم التابعين بدهيا أن التابعين أعلم منهم لكن تعال الحين نريد نعبد الله على مذهب الحسن البصري وأكرم به من مذهب لن تجد ما يكفيك أقوال مقتطعة لا تدري ما رجع عنها وما لم يرجع وما هو مقيد وما هو مشروط يالله نرتفع شوي زيد بن نهابت أفضل من كل لم نجد مذهب زيد بن نهابت يغطي جميع حركات المكلف هذا هو السر في أنه هذه المذهب الأربعة بعض الناس يقولون المذهب الأربعة ديانات حتى بعض أتباعها متصلبين أنه خلاص أنا مالكي كأنه رسالة خاصة مالك أنا حنفي كذلك لا لا تعصب ولا إلغاء التعصب ممنوع والإلغاء وعدم الاعتبار خطأ هؤلاء الأربعة لو كانوا في أمة أخرى لأنه كانوا ناصبين لهم نصب في مداخل المدن صح أو لا؟ لو افترضنا الآن أبو حنيفة عند أمة أخرى يكون ناصبين لهم نصب أمام المدينة ومالك والشافع وأحمد نحن لا لا يجب مننا إلا الانتقاد المسلم بحاجة إلى المذهب المحنفي المالكي الشافع الحنبلي في كل حياته لأنه يغطي جميع حاجة المجتمع وحياة الناس أليس كذلك؟ نعم 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 ولو كانت نجيسة شوف هذا السؤال مهم حتى افترضنا أن مياه الصرف الصحي لم تنقى ولم 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 زرع بنجيس جائز لأنه يستحيل في التراب والعروق الششر تأخذه فيصبح ثمرة طيبة الثمرة طيبة قال الله عز وجل أنها طيبة الثمرة قال الله أنها طيبة ما أولا لا استحالتها إلى صلاحي تخرجها عن حكم النجس لا الضرر سؤال مهم شوف النساء ما شاء الله عليهم أسئلتهم هناك في بعض البحوث الصرف الصحي يقول أنها يعني أن بعض العلماء المعاصرين قالوا بنجاستها لأنها تضر هذا كلام ما هو صح الضرر شيء آخر شيء محرم للضرر غير محرم للنجاسة قد يكون الشيء طاهر ومحرم أليس كذلك؟ الملح كيلو منه مميت لكن شوي ملح قرامين هلها؟ التحريم للضرر غير التحريم للنجاسة التحريم للنجاسة شيء عبادة تعبد لا معقول يجيئت فيه لا نفهمه أما التحريم للضرر شيء آخر فيجوز استعمالها ولو نجيسة في الزراعات وغيرها مما لا يضر أما إذا كانت الزراعة التي استخدمت بحسب المهندسين الزراعة التي استخدمت تكون ضارة فلا تجوز لأنها من باب الضرر وليس من باب النجاسة لأن الزراعة ذمار الزراعة لا تتأثر بما سقيت به عند الفقهاء بدهيا لا شك أن النخلة إذا سمدت بأرواه المواشي تجود همرتها وإذا سمدت بذرق الطيور تجود همرتها لا شك في ذلك وإذا سمدت عزكم الله بغير ذلك تجود همرتها لا شك أنها تأثرت لكن هذا التأثر لا يضر شرعان يروى عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يسمد أرضه بالعذر فقالوا له في ذلك قال لهم كيلة بكيلتين مع ضعف الحديث طبعا قال لهم أنا حط كيلة من هذا السماد فلنخل نجيب كيلتين فيشير إلى المصلحة يشير إلى المصلحة فلا ضرر في الاستعمال النجاسات في الزراعة مع التحفظ منها للصلاة وما يتعلق بها هل من سؤال أو من إفادة فضل شيئا عليكم السلام وطلابكاته وفيكم نعم نعم مهم مهم لعلك شافعي لعلك شافعي لعلك شافعي أليس كذلك مالكي سبحان الله هما الشافعية سادة الشافعية يفرقون بين النجس الأصلي والمتنجس نعم هناك فرق عند بعض العلماء أن النجس الأصلي الاستحالة لا تخرجه عن نجاسته ونحن أشرنا إليه لكن هناك الحنفية المالكية يقول الاستحالة النجس نفسه إذا استحال انتقل حكمه فمن العلماء من يقيد الاستحالة بالمتنجس للنجس الأصلي ومنهم من لا يقيدها في ذلك يقول أن الاستحالة مطهرة وانتهت طاهرة إن شاء الله مع أن بعض المعاصرين يفتي بنجاستها مع هي ليست خمر هي قد تكون مميتة قد تكون مميتة لكن لا تستعملوا إلا في الغطورات هناك إشكالية في خلاف بين الحنابلة والمالكية في قضية المخدر المسكر من المالكية عندهم أن المسكر المائع نجس المسكر المائع نجس لأنه مثل الخمر والمخدر أو حتى لو كان مسكر من الجامدات أنه ليس نجس يحرم استعماله ولكن ليس نجس فهذه العطور ليست خمرا وما فيها من الضرر أو ما فيها من لا يدخلها في حكم الخمر لو كانت خمرا لكانت نجس فضررها يحرم استعمالها في غير ما شرع الله عز وجل لكن لا يمكن أن نقول بنجاستها ونحن نرش بها ثيابنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيب ويستخدم الطيب ولم يقيد لنا شيئا في ذلك ولو كان الآن عندنا لكن استفسرنا هذه العطور اللي ما شاء الله عليها بعضها غالي وكذا لكن مقتضى كلام العلماء أنها عطور يستخدم في المقاصد العطرية ولا تستخدم كشراب لأنها مميتة قد تكون مميتة الصحيح عندنا اللي نفتي بيه في مركز إفتار رسمي في الأبوظابي وغيره أنها طاهرة لكن لا يجوز استخدامها قتل النفس أو افساد العقل هذه من الكليات الخمس المتفق عليها الكليات المتفق عليها الشرعية حفظ النفس حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل حفظ النسل حفظ المالي فاستخدام العطور في غير ما هي له خطأ لكن لا يمكن أن نقول بنجاستها خاصة أسواق المسلمين يعني ملآة بالعطور لا يجوز الإفتال في أسواق المسلمين بما يضر الناس واحد من المفتين في عصر القديم قبل قرون في بلاد المغرب على الأقل يعني أفتل تاجر معين بنجاسة بعض بضايعه فقام التاجر ما شاء الله وكدس في واد وحرقها فراح المفتي فقيح صاحي قال له لا قال راكل هذا قال له خطأ فألزمه بذلك الماء لا يجوز فتوى المسلمين بما يشوش عقولهم ولا يجوز فتوى المسلمين بما يضر اقتصادهم أليس كذلك مشايخنا؟ سواق المسلمين ملآب اللحوم ملآب وفيه أجهزة فيه جهاز الرقابة الغذائية وفيه كذا فلا يجوز لنا أن نفتل المسلمين بما يشوش عقولهم أو يفسد اقتصادهم أو يدخل عليهم الحرج الحرج مرفوع بنص القرآن الكريم وبنص السنة الحرج مرفوع عن هذه الأمة صحيح؟ إذا ثبت عندنا أن شرك ماء لا تقوم بالتذكية الصحيحة نهاجر نتركها ولكن ذلك أغلبه شائعات إذا سمعنا شيء نرجع إلى أهل اختصاص حتى يؤكدوا لنا المصدر ولا نقتحم التحريم أو التشويش نسأل الله عز وجل التوفير صحيح نفس اللي تسألت عنه الأخت عندنا على الأقل ماذب المالكة على الأقل هو اللي نستطيع أن تصرف فيه في الفتوى عندنا إذا شككت في نجاسة المصيب لا شيء عليك إذا شككت في نجاسة ما أصابك لا شيء عليك ما عليك إذا شككت في نجاسة أصابك شيء لا تدري ما هو مرت بهذه البنايات الله سألت أن يصبه عليك خاصة بعض الزقة وتمر إذا عرفت أنه نجاسة وجب عليك غسلها أما إذا شككت في مبلول سقط ما لا تدري لا يجب عليك شيء لا يجب عليك شيء لا هذا شيء آخر هو الأصل في الأشياء الطهارة فهذا الأصل لا ننتقل عنه إلا بيقين ولذلك قالوا علمانا قال وواقع على ماره وواقع على ماره نص خليل يعني واحد مار من تحت بناي وقع عليه بلل لا يدري ما يكون بول ممكن شيء لا يسأل عنه وإن سأل صدق المسلم إذا هو لا يريد أن يريح نفسه وتعب نفسه وسأل يصدق ما قال يقوله إيش هذا إذا قالوا له بول يغسل إذا قالوا له ما يمشي ولكن الأفضل أن لا يسأل يمشي لأن الله عز وجل أغني عنه في أن يحقق ما كذا المهم أنه قبض الله على بصيرة انتبهوا الطهارة والعبادة هو أن نعبد الله على بصيرة ولذلك أنت كل واحد مننا قد قد يصلي ما فيكم أحد في القاعلة وقد يصلي يوم الليان بهوبه فيه نجس بول دم غيره ليس كذلك وهذه الصلاة عند الله ما دم لا يعلم بها صلاة صحيحة إن علم بها يجب عليه عفوا عفوا ما شاء الله الأسئلة ترى الأسئلة سهلة بس الجواب مشكلة إن علم بها أهناء الصلاة عندنا فسدت صلاته وإن علم بها بعد الصلاة والوقت ما زال باقيا يستحب له أن يعيد ليس واجبا وإذا خرج الوقت لا يعيد انتبهوا واضح؟ الإنسان الذي علم بالنجاسة في هوبه أهناء الصلاة فسدت صلاته وإذا سلم وقيل له أو تذكر أن الهوب نجس صلاة صحيحة لكن يستحب له أن يعيد ما دام الوقت باقيا أما إذا خرج الوقت فلا يعيد واضح؟ نعم بالتوفيق هذا دكتور محمد بالتوفيق إن شاء الله